اقتحموا دار المحامي مجلس عمداء المحامين سيتخذ إجراءات مصيرية قوية في وجه الهجمات الأخيرة التي طالت دار المحامي والمحامين وعلى رئيس الدولة التدخل شخصياً لوضع حد للممارسات ضد المحامين والصحفين والقضاء هي أبرز رسال عميد المحامين للسلطة في عقاب اقتحام قوات الأمن لمقر دار المحامي يعني أمام العالم الكل احنا محل تقدير في بلادنا نصبح هكذا عيب هذي هذا يمس من الدولة من بلادنا من سمعة بلادنا مش من المحامات المحامات ستبقى شامخة على مر التاريخ واللي صار لنا رأوا من مسناش بالعكس ويسام على شرفنا ويسام على شرف المحامات واحنا مواصلين في قرارات مفهمة قرارات مصيرية وهي لحظة مصيرية وراه هذه خلاتنا نزيد وتوى نمشيوا في اتجاه أكثر بكل حكمة ورصانة عن الندي والعمداء عن طريق مجلس العمداء وكذلك عن مجلس هيئة طارة آخر وفما أمكانية للدعوة للجلسة عامة لا يستبقى أنا ديما إنسان ديمقراطي للدعوة إلى جلسة عامة استثمائية للنظر في هالقرارات المصيرية محكمة تونس ووزارة الداخلية تبرران احتحام دار المحام للمرة الثانية بذريعة انفاذ القانون على محام أهتدى مديا ومعنويا على رجال الأمن أما سياسيا مقربون من السلطة يؤكدون ضرورة تدخل مباشر من الرئيس لقطع الطريق أمام ما اعتبروهم متصيدين للفتني والعزمات الذين يريدون معركة أو دفع المحامات إلى معركة مع السلطة المحامات هي معناها قطاع وطني قطاع يساند الدولة في احترام القانون قطاع لا يخوذ معارك شخصية بل يخوذ معارك من أجل القانون ومن أجل المعارك العادلة ومن أجل القضايا العادلة التي تهم الوطن والمواطن لذلك لا مجالة بأن ينجحوا في مسعاهم ومسعاهم مردود علي نحن ننتظر أيضا تجاوب حكيم ورسين وكذلك قانوني من سيد الرئيس الجمهورية الذي وعد بتطبيق القانون بالروق والدم والدين والمحامات وسيدخل المحامون في إضراب ثاني عن العمل الخميس المقبل مع تنظيم يوم غضب بمحكمة تونس استنكارا لموصفه بالاعتداءات التي تطال المحامي ليبقى الترقب قائما بين خطوات تصعيدية قد يتخذها مجلس وعمدائي المحامين وتدخل مباشر من قبل رأس السلطة لنزع فاتيل الأزمة بلا المبروكة الحرة تونس